مرحبا بحضراتكم من جديد الحقيقة من أهم محاور استراتيجية وزارة الداخلية والاهتمام بحقوق الإنسان والحقيقة أن وزارة الداخلية هي من أهم ومن أوائل الوزارات اللي بتتعامل مع نظرية وفكرة واستراتيجية حقوق الإنسان على أرض الواقع وبتطبيق مباشر مع المواطنين هذه الاستراتيجية التي أعلن عنها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة شفنا دايما من خلال إغلاق 15 سجن عمومي واستبدالهم بمراكز للإصلاح والتأهيل في بدر وفي وادي النطرون وتم فيهم مراعاة كل معايير حقوق الإنسان وبيتقدم فيها دعم نفسي اجتماعي أيضا تمكين اقتصادي للنزلاء عشان لما ينهوا فترة العقوبة يكونوا مواطنين صالحين للمجتمع عندهم حرفة أو مهنة يقدروا بيها أنهم يبدأوا حياتهم من جديد ويندمجوا في المجتمع خلينا نتكلم عن هذه الخطوة معينا طبعا في الستوديو الأستاذ محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدى وأيضا منورنا الأستاذ سامي عبدالراضي مدير تحرير الوطن منورنا في صباح الخير أستاذ محمود خلينا أبدأ معاك في البداية بفكرة أنه عندنا مراكز للإصلاح والتأهيل بدلا عن فكرة موجود السجون عمومية هذه الخطوة لأي مدى هي مهمة ولأي مدى هي قادرة أنها بالفعل تنتج لنا مواطنين تنتج لمجتمع مواطنين قادرين على إحداث تغيير وأنهم يكونوا ليهم دور فاعل وإيجابي في المجتمع بالتأكيد إحنا قدام تجربة مصرية حقيقية في أن إحنا إزاي عندنا فلسفة عقبية جديدة تتماشى مع معايير حول إنسان المعايير العالمية الحول إنسان هي معايير موضوع لكل دول العالم كل دولة بتطبقها على حسب قوانين الداخلية وعلى حسب ظروفها الاجتماعية في مصر كان فيه انتقادات كتير اتوجهت لسنوات طويلة لمسألة السجون الدراما المصري يمكن كمان يعني قدت صورة صعبة للسجون المصرية لكن مع الوقت كان فيه تغيير وبدأت يحصل فيه شكل مشكلة الفلسفة العقبية الجديدة اللي بدأت تظهر في مصر تتماشى مع التوجه نحو الجمهورية الجديدة وفكرة إنه بقى الإنسان هو محور الجمهورية الجديدة إنسان المصري يعيش في واقع مختلف وبيعيش في زمن مختلف الزمن ده بيفرض على أي جمهورية وأي دولة جديدة عشان تعيش فيه يعني جودة حياة جيدة إنه يبقى الإنسان سواء جوه يعني في حياته العادية أو محتجز الاتنين بيتلقوا نفس المعايير للحياة مصر تبنت فكرة الفرصة التانية بمعنى إنه من حق السجين إنه لما يخرج بيعنده فرصة تانية في الحياة ما يبقاش موصوم ويبقاش طول الوقت يعني عنده مشكلة في حياته بالضبط يبقى أنت كده يعني كان بيخش الأول يبقى في ظروف غير أدمية يخرج عنده نفس المشاكل بيعيش في مجتمع بيشافه مجرم فبيكمل في الإجرام فده بيعملك مشكلة اجتماعية لكن أنت النهارده قدرت يتحولي المشهد ده لمشهد مختلف الإنسان عنده فرصة تانية يقدر يتعلم حرفها زي ما بنشوف يعيش حياة أدمية جيدة حتى جودة الحياة وفكرة الحياة الكريمة بنشوفها زي ما هي موجودة برا موجودة كمان في أماكن الاحتجاز لأنه الجميع مصريين من هو في الخارج أو من هو محتجز فمصر اتعاملت بتساوي بينهم كلهم مش بس بتطبق المعاري الدولية اللي بتتكلم على أنه يبقى فيه درجة من درجات الرعاية والعناية وغيره فيه داخل أماكن الاحتجاز ولكن كمان اتعاملت على أنه المصري في أي مكان من حقه أن يعيش حياة كريمة فبدأت تطبق ده وبدأت تنفزه في المشهد اللي شفناه سواء في مدينة بدر في مركز الإصلاح والتأهيل حتى فكرة تغيير المصطلح يعني ما عادش اسمه سجن بقى اسمه مركز الإصلاح والتأهيل معنى الكلام ده أنه هذا الشخص تم معاقبته هذا العقاب مؤقت بمدة محددة لما يخش المركز الإصلاح والتأهيل بيتم إصلاحه وتأهيله بشكل مختلف عن السبب اللي دخل به فيخرج مواطن تاني مختلف يقدر يشارك مرة أخرى في بناء وطنه وحفظه عليه اللي بيتفرج ممكن يقول سجن زي أي سجن الرجل قاعد خلف القطبارن وقاعد في زنزانته محجوز سواء كان في السجن أو في مركز إصلاح أو مركز تأهيل إيه المختلف ما هو الرجل عمل جناية وتسجن وحيبقى محبوس وما فيش حرية ومش موجود برا لمدة السنين اللي حكم عليه بيها القاضي يعني حيحصل له إيه في مركز الإصلاح والتأهيل المختلف عن ما كان بيحصل له في السجن في الاحتجاز في مشهدين المشهد السجون التقليدية القديمة اللي كان بيبقى فيها ربما بعض المشهد الحياة الغير الأدمية ودي كانت بتابعة مؤثرة وكانت يعني سبب من أسباب الانتقادات اللي كانت بتوجه لمصر في تقارير دولية كثيرة النهار ده مركز الإصلاح والتأهيل انت بتتكلم هنا على مشهد مختلف تماما بتتكلم على شخص عنده فرصة انه يشتغل وبيشتغل عشان يمكن نفسه اقتصاديا ويساعد عيلته اللي برا داخل مركز الإصلاح بالضبط كده فانت هنا بتساعده وبتساعد أسرته اللي موجودة برا اللي هي برضو هتبقى محتاجاة وهيبقى عندها مشكلة اقتصادية بسبب وجوده في الاحتجاز فانت هنا بتعالج الأمر داخل الاحتجاز مكان الاحتجاز داخل مركز الإصلاح والتأهيل وايضا خارجه في منزل هذا المواطن فبالتالي انت هنا بتخلي المجتمع بيمشي في إطاره الصحيح انه ما تعملش مشكلة اجتماعية بسبب انه موجود في مكان الاحتجاز بينفز عقوبة وفي نفس الوقت بتدي فرصة لأسرته وهو لنفسه انه اذا كان دخل في سرقة او دخل في اي جريمة ممكن تكون بسيطة يقدر انه يحصل على مهنة تانية يتعلم حرفة تانية يمارس مهنة تانية يخرج خارج السجن يبقى عنده فرصة وبيبقى عنده يعني سبقت خبرة انه بقى عنده خبرة في العمل ده فيقدر انه يمارسه تاني برا وتبقى يعني السبب اللي دخل به ما يخشش به تاني انت مش عايز يخش بتعدد جرائم انت عايزه يتأهل مرة واحدة ما بقاش فيه اعادة افراز الجريمة بالزبط كده ما يبقاش فيه جرائم ويبقى عندك طول الوقت مشاكل اجتماعية بسبب هذه الجرائم وتعددها وانتشارها يعني مع انه هذا الشخص بيبقى عنده اسرة في هذه الاسرة بتبقى موجودة في مجتمع بشكل معين هذا المجتمع يؤثر على اطفاله ويبقى الاب مجرم والابناء ايضا فانت هنا بتقفل المسألة دي وبتاخد المجتمع المصري في منطقة تانية خالص اللي هي فيها الاهتمام بفكرة الانسان نفسه وان انت الانسان طالما يعني نفذ العقوبة بتاعته خلاص الموضوع انتهى كررها تاني لا هنا بقى المسألة بتبقى مختلفة فيه تعامل مختلف معاه في المجتمع وحتى فيه اماكن الاحتكاس طيب استاذ سامي يعني من دولة تواجه الارهاب لدولة بلا قانون طوارئ لدولة بتحاول تغيير نمط او كلمة سجون عمومية واستبدالها بمراكز الاصلاح وتأهيل ودعم نفسي وتمكين اقتصادي وكل المزايا يمكن اللي تهدفنا عليها مع استاذ محمود رحلة طويلة قوي تطلبت تضحيات كتير جدا خلينا اتكلم مع حضرتك عن هذه الرحلة طيب انا هعمل تعقيد صغير على اللي قاله زميلي واقوية محمود بسيوني يمكن هنا كانت الانطلاق في فكرة انشاء 15 مركز اصلاح وتدريب من كلمة سيادة رئيس لما قال ما ينفعش السجين يتعاقب مرتين عقابه الاول اللي بيحكم به القاضي وعقب ايضا داخل السجن بان احنا سيطانة تم على حريته بيبقى موجود طوال الوقت عنده وقت طويل جدا يدهو بيتريد مرة اتنين في اليوم وشكرا ولكن ايه اللي بيحصل في السجون بيحصل تصنيف حضرتك بييجي المتهم ده سواء ده طباخ ده نجار ده سباك تمام بيتقسموا وبيشتغلوا فيه ورش للنجارة وفيه مطابق كبيرة في السجون وفيه شغل غزل ونسيج في السجون أنا السجين بدل ما يكون عبق على اهله ان هم بيشيلوا هم الزيارة الشهرية او الاسبوعية بيبقى البند مختلف ويبقى هو بيصرف على اهله وهو جوه حتى الناس اللي عندهمش حرفة او عندهم مهنة زي الناس دي يتم تأهيله وتدربه بيتعلموا فاحنا قدام مرحلة جديدة للسجناء او النزلاء او الضيوف زي ما هو المسمى الطبيعي بتاعهم ما فيش حالة الندية وحالة العقاب وحالة الحبس الانفراضي اللي كانت موجودة في فترات سابقة احنا بنعيد تأهيل الانسان زي ما قال محمود وبنبنيه من جديد ان هو يكون فرض صالح ونقومه من جديد نرجع لفكرة الارهاب وقانون الطوارئ مصر من اكثر الدول اللي عانت في ملف الارهاب ويمكن على مدار سبع او ثمان سنين فاتوا احنا زوقنا ويلات الارهاب في كل مكان كان اكثرها في سينة 90% من الجرام الارهابية كانت في سينة حتى ظهور العملية الشاملة وشوفنا قد ايه رجال الشرطة والجيش كانوا ايد واحدة في السنوات اللي فاتت وبدمهم احنا بنينا الجمهورية الجديدة بنينا مصر الجديدة بدمهم وتضحياتهم وشجعتهم وبطولتهم هم والجنود وامناء الشرطة وكل افراد المنظومة الامنية مع اشقائهم في الجيش المصري يقدروا يسيطروا على الارهاب ويتحروا تماما لو احنا رجعنا الخريطة هنلاقي الكيرف كان عالي جدا في 2014 عالي في 2015 عالي في 2016 وصل زروته في 2017 ولكن هذا المعدل نزل خالص والحمد لله انت لو قررنا ما بين العمليات كانت بندخل مثلا في 300 او 400 عملية ارهابية طوال السنة في 2015 و16 و17 المعدل ده قل كتير في 2018 قل اكتر واكتر في 2019 قل بشكل نهائي في 2021 يعني يمكن في 2021 ما سمعناش عن اي عملية ارهابية في القاهرة والجيزة والسكندرية شفنا دم كتير سهل من اخواتنا في الشرطة والجيش شفنا ضابطات يمكن اول ضابطة شهيدة سقطت في الشرطة المصرية كانت هي حارسة على كنيسة الاسكندرية حين تم استهداف كنيسة طنطة وكنيسة الاسكندرية ويومها لولا انه هذا الارهابي منع من الدخول ووجود بوابه الكترونية وتتذكر الفيديو حسام وشمانة الفيديو اللي كان موجود الملمة جدا جدا والاتنين حصلوا في نفس الوقت حدثة بالتوازي بالتوازي ولكن يمكن احنا عندنا هنا فيه الكشف عن الجريمة بشكل عام وصلنا للمرحلة عالية جدا فيه وده يخذنا عزرا لسؤال مهم جدا جزء من مواجهة الجريمة هو القضاء عليها قبل حدوثها وده اظن ان احنا تفردنا فيه في الفترة الحين فكرة الجريمة او التعامل معها هو الاستباق الاستباق مين اسرع فيه وقف او منع الجريمة الجريمة الارهابية يعني لو حضرك تتذكر الشهيد رمهلال لما استشهد فيه منطقة الحسين كان بيلاحق ارهابي هم عملوله تتبع على مدار ساعات لحد ما وصلوا لمكانه ولكن في لحظة غدر فجر العبوة اللي كان حاطتها على ظهر وده برضو الكاميرات رصدت لنا رصدت لنا ده الواقع دي ادها مرة واثنين وثلاثة وعشرة يعني العاملات الارهابية اللي بنشوفها اتكشف ادها كتير جدا 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 واتمنع كتير جدا جدا وبسببها وقف سيل الدماء سواء دماء الشرطة والجيش او المواطنين العاديين يعني فكرة ايضا لو حدك تتذكر اول مبارح كان فيه تكريم لأسرة شهيد محمد الحوفي هذا الضابط الضابط الامن الوطني الراقي المحترم اللي دفع حياته سمنا لمواجهة مع بقرة ارهابية وقدرنا نخلص يعني ادرت الاجهزة الامنية تسيطر وتخلص عليها كانت في عمارة في الامريا وكانت منقولة لايف على هواق في قناة سي بي سي في هذا التوقيت الشهيد الحوفي عليه رحمة الله هو اللي قادل المهمة ودفع حياته تمن ولكن التمن ده هو وزميله ده اللي احنا بننا بيه مصر ده اللي بقينا بيه في حالة استقرار بقت السياحة رجعت بقت مصر دلوقتي مرشحا هتمسك رئيس المنتدى الدولي للارهاب هي والاتحاد الاوروبي في مارس اللي جاي وليه لأ علشان نحكي تجربة مصر في المواجهة محدش ساعدنا ومحدش مد ايده إلينا كانت سيناء تحولت في فترة من الفترات لمنتخب عالمي للارهاب لو حدك تتذكر مسلسل اختيار اللي وثق اللي حصل في سيناء وحصل في مصر باحترافية شديدة ولسه لزال التوسيق مستمر ننتظر جزء جديد في رمضان السنة إن شاء الله حلقة القناص لما القناص قالك ده جايب لنا محترف أجنبي فنحن كنا بنتعامل مع جيوش من الإرهابيين موجودة في سيناء مدعومة من كثير من الدول قدرنا بإرادة وبعزيمة وبتضحيات إن احنا ننهي كل هذه العملات الإرهابية ونقضي على الإرهاب في شمال سيناء القضاء على الإرهاب في شمال سيناء ما كانش هو الهدف بس ولكن تعمير سيناء كان هو الهدف الأكبر والأشمل والأعام إزاي حولنا هذا المجتمع برضو السلاح للقضاء على الإرهاب فكرة التعمير هو السلاح حد ذات طبعا التعامل مع الناس فكرة إنشاء بيوت هناك في سيناء إنشاء مجتمعات زراعية إنشاء مدارس إنشاء متشفيات تحويل حياة إخواتنا في سيناء في مدن سيناء جميعا رفحوا الشيخ زويد وبيرل عبد ونخل حتى مدن الوسط زي إحنا نحتوي دول ونرجعهم تاني لحضن مصر ناس وطنية جدا ناس بتحب مصر جدا ناس مخلصة جدا وقفت ضد الإرهاب وكتير منهم دفع حياته تمن لمواجهة الإرهاب تمن لمساعدة أشقاءه في الجيش تمن لنقل معلومة زي ما هم وجهوا المحتل من 67 ل73 وجهوا الإرهاب وكانوا يدم بيد مع الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب متأكيد شهد محمود كتير سيدة الرئيس كان بيتكلم على تكفيف منابع الإرهاب وده برضو اللي وصلنا العمل وكيفية تنفيذ هذا الأمر ووصلنا بليل المرحلة اللي احنا فيها النهاردة تكفيف منابع الإرهاب محتاجة معلومة بتتضفر فيها بقى أجهزة في الدولة كثيرة مخابرات عامة مخابرات عسكرية أمن الدولة والمباحث إزاي يبقى فيه منظومة تكاملية ما بين الأجهزة دي لجمع معلومات حقيقية من خارج مصر ومن داخل مصر للقضاء على الجريمة الإرهابية قبل حدثها والتعامل حتى مع الجريمة فور حدثها يمكن سيد السامي هو بيتكلم في الجزء الخاص بالتعاون اللي حصل ما بين يعني أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب نتكلم على تناغم كبير جدا بيحصل وبنشوفه وده تفرد التجربة المصرية إن هذا التناغم الكبير بين كل أجهزتها في التعامل مع الخطر الإرهابي بالتأكيد الخطر الإرهابي النهاردة بقى مختلف يعني المسألة ما عادتش زي زمان السلاح والمتفجر لا النهاردة خطر الإرهابي موجود على الإنترنت موجود على وسائل التوصل الاجتماعي موجود في الأفكار موجود في قنوات معادية موجود في حسابات إلكترونية بتزور وبتزيف كلام وبتحاول إنها تشوه الحقائق كل ده بشوفه جزء من الخطر اللي بتوجهه مصر والجزء من الخطر اللي بتوجهه هذه الأجهزة بالإضافة للألام المصري والحقيقة الألام المصري يستحق التحية الحقيقة لأنه خلال هذه السنوات أكتر من عشر سنوات بيتصدى رغم كل الدربات وكل الملاحقات وكل الاتهامات والتشويه وغيره كان الألام المصري يوقف ثابت صامد دافع داعم للدولة مع أجزتها عشان يوقف الخطر ده إن أنت بتواجه الشائعة إن أنت بتواجه الادعاءات والافتراءات نبدأ الشفافية دايما الاطلاع خطوة بخطوة وخبر بخبر دايما حتى لو في أي شائعة مهما كانت صغيرة أو كبيرة وقاعية ومنطقية أو لا دايما بنشوف إنه في رد من الجهة المسؤولة بتأكد أو بتنفي أو بتوضح كمان بالتأكيد وده تتقدم مهم ما كانش موجود الأول يعني الأول كان بيبقى فيه دايما فجوة ما بين الحدث اللي هم بيقولوا عليه وبين الرد بتاع المسؤول أو الدولة بترد على هذا لا النهاردة مسألة سريعة جدا مجلس الوزراء ومجلس المعلومات مجلس الوزراء عمل دور رائع في الحقيقة إنه بيقدم المعلومات وبيلاحق الشائعات بشكل كبير جدا وعلى مدار الساعة الألام بيعكس ده بسرعة وبيحاول إنه طول الوقت يدي الوعي للناس إنه النهاردة لما قضيت على حامل السلاح وبقى عندك قوة وقدرات كبيرة جدا إقليمية كمان واضحة جدا وإنت بتتحرك بشكل كبير في مش جوة مصر لأنت بتحمي بتحمي مصر من خارج مصر في حدودك كلها وبتحاول إنه كمان بتكفيف مناعي يا ريب أنا بشوف أهم حاجة فيه حاجتين إنه أنت عندك استراتيجية وطنية حول إنسان وعندك مشروع كبير ربما هو الأكبر في العالم لتغيير مناطق المهمشة في مصر بيحاول ينفذ منها الفكر اللي هابي طول السنوات الماضية إنه بيحاول إنه يلعب على التهميش إنه يحاول يبع على الفقر بيحاول يلعب على نقص الوزع الديني بيحاول إنه يجسد إنه هو هو الدين وإنه هذا المجتمع منحل وكافر وكذا الأدبيات اللي ظهرت وبالمناسبة ظهرت وقتها من داخل السجون في السبعينات والستينات والتكفير والهجرة كل ده دخل خرج من هناك وخرج من رحم الفكرة اللي كانت السيدة في التوحيد ده للأسف في السبعينات كمان كان بيحصل تجنيد للإرهابيين داخل السجون داخل السجون فإنه هذا النهاردة بتقفلها بتقفل كل هذه الصغرات بالمشروعات وبهذا التناغم اللي بين كل مؤسسة الدولة مؤسسة الدولة النهاردة بتعمل بفكر رجل واحد بفكر يعني عقله واحد بيحمي الدولة المصري من كل الزوايا وبيحاول أنه طول الوقت يشوف أي مشكلة موجودة في أي مكان يحلها أنت النهاردة حتى الأضايا الاجتماعية الصغيرة اللي بتصور على وسائل التواصل الاجتماعي بتلاقي مكتب النبي العام بيتحرك وبيحاول أنه هو يرد عليها وبيتحرك بتتحرك النبي العام حتى على الفيديوهات اللي بيحاول البعض أنه يروجها ويحاول أنه يسير بيها الأفكار الغير سوية عن المجتمع المصري أنت النهاردة بتشوف المؤسسة الحقيقة كريمة ولما بيحصل مثلا حادث اجتماعي فبيبتدي يتحرك المغادرات الرئاسية اللي كلها مبنية على فكرة أنه الأداء الصحي المصري يتحسن أنه المواطن المصري ياخد أحسن معاملة صحية وفي نفس الوقت أنه أنت تقدم مساعدات اجتماعية حقيقية للناس ومن هنا نيجي فكرة المجتمع المدني وانت ازاي أنه المجتمع المدني في مصري يتحرك عشان يدعم إطار العمل الماشية في الدولة وده هنا بنتكلم على شراكة ما بين الدولة المصري وبين المجتمع المدني وربما تكلل ذلك بإعلان سيد الرئيس في منتج شباب العالم عن 22 عمل المجتمع المدني هنا انت بتعزز الشراكة وبتقد على البعض اللي بيحاول أنه هو يروج أنه في تعامل مختلف مع المجتمع المدني أنه في إغلاق في سيد محود أذرني يعني ممكن بعض المشاهدين هم بيسمعوا حضرتك تتكلم عن الشراكة بين المجتمع المدني ووزارة الداخلية ما يبقاش فاهم ايه اللي ممكن تكون وجه العلاقة أو وجه المشاركة اللي ممكن تكون موجودة في الفلسفات الجديدة في الأجهزة الأمنية وده بيحصل في العالم كله أن الأجهزة الأمنية بقى لها أدوار اجتمعية وبقيت جزء من فكرة حماية العدال الاجتمعية في أي مجتمع خاصة مع مجتمعات بتعاني من ظروف صعبة زي مجتمعات في مصر وفي المنطقة كلها لأنه أنا بشوف أن التجربة المصرية صالحة للتطبيق في هذه المنطقة يعني في في الشكل الأوسط كله في الحقيقة كل البلاد اللي مرت بالظروف اللي احنا مرينا بيها تستطيع أنها تستلم من التجربة المصرية وتطبق عندها عشان تغير من المجتمع ففي النهاردة أدوار اجتماعية بتقوم بها الأجهزة الأمنية في زروف زي زروفنا فبنشوف النهاردة وزارة الداخلية عندها مبادرات اجتماعية وبتتدي تعمل زراع اجتماعي بيسند أجهزة الدولة لأنه لو احنا اعتمدنا على الموازنة العامة للدولة وعلى أداية الدولة التقليدي مش هتقدها تصل للمائة مليون وده كان دور المجتمع المدني طب المجتمع المدني لفترة اللي فاتت كان عنده بعض المشاكل في القانون بعض المشاكل في التطبيق بعض المشاكل في النقلة المتطوعين وده ربما من الاستراتيجيات المهمة جدا فكرة ان يبقى فيه عندك استراتيجية للتطوع والعمل في المجتمع المدني في أوقات محددة وفي زروف محددة وده اللي بنشوفه حتى في حقيقة كريمة ان اللي بيطبق ده متطوعين موجودين مع منظمات أهلية وجماعات أهلية لما ظهرت الشراكة دي مع الدعم اللي بيقدمه زراع العدالة الاجتماعية ومحاولة مواجهة الأسعار وارتفاع الأسعار وده جزء سبب فيه التضخم وجائحة كورونا وغيره فانتا النهاردة كل جسد الدولة بتعمل عشان تخدم هذا المواطن بتخدمه بقى من خلال الأطر والمبادرات اللي بتطلع وبتحاول انها تساعد المواطن في أي مكان وبأي ظروف وده اللي احنا بنشوفه النهاردة مطبق على الأرض انه غالبية المبادرات الاجتماعية المجتمع المدني فيها شريك بنلاقي فيها وزارة الدخلية مفيش أي مشكلة انهم بيشتغلوا مع بعض بنلاقي فيها مؤسسات أهلية بنلاقي فيها شباب متطوع بنلاقي فيها مبادرة زيحة كريمة فده كله بيدينا مؤشر انه ده مجتمع مختلف الكل فيه بيعمل مع بعضه مش بس على مستوى ان انت بتكافح الإرهاب لا كمان بتواجه الفقر بتواجه البطالة بتواجه نقص فرص العمل بتواجه حتى ازاي تنشر ثقافة المشروعات الصغيرة المتوسطة لا يأسطا ممكن تكون ذراء للجريمة بزبط فانت بتقفل فكرة الجريمة بان انت عندك حق إنسان عندك تمكين للشباب عندك تمكين للمجتمع المدني وعندك تسهيل لحركة كل يعني كل مكونات المجتمع اللي احنا بنشوفه ده بما فيها طبعا الزياري السياسي والبرلمان والأحزاب السياسية اللي بدأت برضو تنزل هذا المعترك وتحاول ان هي تدعم المواطن المصري هنا الهدف كله المواطن المصري والتجربة دي كلها انا بشوفها مرسومة على المواطن المصري اللي خرج في يعني سنوات سابقة بيطالب بالعدال الاجتماعية أصبحت مطبقة بيطالب بالحال كريمة أصبحت النهاردة مطبقة وده يا خدنا لنقطة مهمة عايزة روح بيها للأستاذ سامي أستاذ سامي أنا حقي كمواطن أن أنا حس بالأمن والأمان مش بس تجاه الجرائم الجنائية اللي فيها تعدي نقدر نقول بشكل جسدي لأ احنا بنتكلم على جرائم كمان ممكن تتعدى علي نفسيا ومنها تتطور الأمر إلى جرائم يكون فيها تعدي جسدي بالاعتداءات بالأسلحة يعني إذا صحت التسمية شفنا في تحركات من مكتب النائب العام في كثير من الأضايا المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة من قوات الشرطة لهذه الجرائم زي جرائم الابتزاز الإلكتروني جرائم تشويه السمعة التطول اللفظي وكمان البرلمان ابتدى بيحاول يحط قوانين تواكب العصر يعني الأضايا اللي شفناها الفيديوهات اللي بتتركب للبنات الابتزاز اللي بيحصل للشتايم والتطول على رموز مجتمعية ممثلين ممثلات ده جانب مهم جدا جدا يحسس البني آدم هو البلد دي بتجيب لي حقي ولا لا ودي زاوية كبيرة جدا وعايزين يعني ايه نفرت فيها في الحديث بس هستأذنك وستأذن السادة المشاهدين هنطلع لفاصل وديك بعد الفاصل بقى كل وقتك عشان دي نقطة مهمة جدا فنخرج للفاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل حدثنا في صباح الخير اهلا بحضراتكم مرة تانية وليس مكملين معاكم فقرات صباح الخير قبل الفاصل كنت بتكلم مع الأستاذ سامي عبدالراضي مدير تحرير الوطن عن فكرة حقي أنا كأن أنا أحس أن أنا آمن ومش بس ضد الجرائم الجنائية زي ما وصفناها أنها تعدي على الجسد لكن تعدي نفسي من ابتزاز إلى تطاول إلى شتيمة إلى سب علني إلى إلى وشفنا قضايا كتير زي ما تكلمنا قبل الفاصل صحيح فمحتاج تعقيب حضراتك على هذا تمام يمكن الجريمة الجنائية العادية موجودة من أيام قبيل وهبيل ممتدة ومش تخلص يعني احنا مكملين فيها ولكن في ظل التطور اللي حصل في آخر 15-20 سنة الجريمة تطورت مع التطور التكنولوجي ومع الموبايل اللي بقى ممسوك في الإيد الجريمة تطورت فكرة الشعور بالأمان بقى متحقق جدا 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 في السنوات الأخيرة الأمان المرتبط بالأمان الشخصي مش الأمان المرتبط بمشاجرات وقتل واطلاق رصاص يمكن وحدة الرصد الموجودة في المكتب الفني للنائب العام طول الوقت يمكن على مدار 24 ساعة يعنيهم على ما تحمله السوشيال ميديا من أخبار وفيديوهات وصور وما تنقله المواقع الإخبارية من هذه المقتطفات أو هذه الأكبار نفس الأمر في وحدة موازية أو في شغل موازي لدى وزارة الداخلية هذا التناغم اللي موجود كل شغال في شغله كل واحد من الوحدتين دول بيرصد بيتم التواصل على مستوى للقضاء على الجرائم دي والتعامل مع هذه القضاءة كان آخرها بسنت ضحية كفر الزياد هذه الفتاة اللي عمرها 16 سنة ودفعت حياتها ثمناً للقهر هو الابتزاز اللي مورس ضدها من بعض الشباب فيه أنا موحد قريبها لها أنا أولى من الغريب ابن عمها الشقيق ابن عمها الدرجة أولى وده كان صدمة للأسرة وصدمة لولدتها اللي قالت أنا ما توقعتش إن ابن عمها يكتب لها ده ويعمل كده يقول لها أنا أولى من الغريب المدرس بتاعها اللي قال لها أنت بقيت ترند أعلى من شايماء ولكن بفكرة التعقب بفكرة المراحقة بفكرة فحص التليفونات تم ضبط حوالي 20 متهم نيابة أحالة 11 كلهم كبار اللي هم فوق 18 سنة وأعدت قرار أحالة ملحق بالقرار الأولاني لبعض القصر اللي هم دون سنة 18 وأحالتهم أيضا للمحاكمة الناس اللي تدولت الصور الناس اللي بتزت الناس اللي هددت بسانت يمكن فكرة النشر هنا مهمة جدا فكرة تشجيع الفتيات على الحديث مع الأب والأم والأسرة مهمة جدا والمناسبة كمان يا فندم وضني طبعا لقاطع حديثك لكن في حدثة تانية من أيام قليلة جدا جدا في الهرم في حدثة تشبه قضية بسانت ولكن التصرف مختلف التصرف كان مختلف الأب تصرف والأب ببلغ ده لو هنقول التصرف ده احنا شفنا دلوقتي فهو ده ترجمة لثقة المواطن دلوقتي في أنه عنده فعلا جهة هتقدر تاخد له حقه وتقدر تتعقب المجرمين فتقدر تاخد حقه وتثبت برائد بنته صحيح اللي تابع بيان النائب العام كان فيه خمس رسائل رسالة للأسر على فكرة الإنصاد لأبنائهم رسالة للقائمين في المؤسسات المعنية أن هم يسنوا قوانين جديد للمواجهة رسالة للشباب والناش أنهم يشتغلوا ويركزوا في شغلهم يمكن لحضرتك تفضلت به وقع حصلت في الهرم من فترة قريبة نفس السيناريو بتاع بسانته ولكن هنا فكرة الإنصاد لما الإبنة تحدثت مع والدها كان القرار السليم والقرار الرادع أنه هو يبلغ جهزة الأمن وجهزة الأمن وصلت وعوقب هذا الشخص بحلته لمحاكمة عاجلة لما يعلن للإعلام وفي التلفزيون أن يوميا الناس دي بتعاقب وتتحول لمحاكمة وتتحبس هيكون فيه ردع يعني جرائم زي دي ما ينفعش آه إحنا من حق الأسر اللي هي مضارة أن إحنا نعمل استراب على الوش نخفي وجه الفتاة نخفي اسم الفتاة نخفي العنوان نخفي اسم الأب والأم ووظفته ووظيفتهم وصورة الضحية تخفى تماما ونتعامل مع المتهم هذا المتهم يتم فتحه وتجريسه علشان يكون عبرة لغيره فكرة الثقافة هنا واستخدام الخاطئ لهاتف المحمول لازم تجرم بنشوف كثير من جرائم الابتزاز شغالة يعني مش مقتصرة على الولاد بس لسه أيضا مبحث الجيزة مسكت بنت عندها 16 سنة كلام ده من أربعة أيام ابتزت طبيب كان أصحابه وهو أخذت فيديو أو صور وابتزله طلبة فلوس بلغ واخد بل حضرتك بلغ واتقبض عليه إذن فكرة الأمان هنا موجودة ولكن الأمان ما تاخدوش بدرعك الأمان ما تاخدوش من نفسك مش مبادرة منك تروح تاخد حقك لا فيه نيابة عامة مهما حصل لا تنحاز لأحد تنحاز في قتل العدالة والحقيقة في شرطة عندها ضمير ومباحث عندهم ضمير ما بينموش إلا لما تكشف خيوط الجريمة كاملة الجريمة بكل أنواعها جرائم القتل هم زابط الشرطة لما يشتغل في جريمة قتل بيحس أن فيه دم في الأبت وفي إيديه لازم يخلص منه لازم يرجع حقه حتى نرفع سماع يقولك كفندم ده دم ما أقدرش أتأخر حتى لو فضلت ثلاث أيام مطبق ما نمتش هفضل كده عندهم جريم الخطف لها الأولوية لأن الخطف بيبقى فيه أمل إن الضحية على قيد الحياة فهما بيبزلوا جهد مضاعف علشان خاطر يمنعوا جريمة أخرى مرتبطة بالخطف زي جريمة القتل وليها حد زمن على ما أظن وحرك صلاح لي برضو أن في خلال أول ثلاث أيام بتكون نسبة رجوع الضحية المختطفة على قيد الحياة بتكون أقرب لفوق 75% بعد الثلاث أيام بتقل النسبة فلازم التحرك السريع طبعا المتابع للشغل للأمن العام على مدار السنة اللي فاتت جريم الخطف تحديدا بيشتغل فيها من ستة إلى سبع مدريات أمن بمعنى بمعنى هذا الخاطف بيبقى شاطر جدا ومحترف جدا بيفضل يلعبهم يخلي حد يكلمهم يجلهم تلفون تاني بعد نصص ساعة في اسكندرية فيروحوا اسكندرية وهكذا فيه تضافر هذا التناغم اللي حاصل بين مدريات الأمن نجح بنسبة كبيرة جدا بنسبة 99% أنه يصل للخاطفين ويخلصوا شفنا فيديوهات الدخلية عرضت فيديوهات لتحرير أطفال السنة دي طفلة أو اتنين موسق بالفيديو وزاي فيه احترافية فيه التعامل مع المجرمين دون قطرة دم واحدة من الضحية أو من رجال الشرطة إذن نحن نعيش في أمان فكرة الكاميرات يعني من حوالي اسبوعين ثلاثة مدريات أمن القاهرة افتتح المقر الجديد بتاعها في شرق القاهرة تحديدا في الرحاب جميع شوارع القاهرة مغطاة بكاميرات المراقبة كاميرات المراقبة اللي بقت موجودة في كل شارع وفي كل بيت وفي كل محل غير كاميرات المرور عشان بس لا غير كاميرات المرور تماما كاميرات المرور دي لتنظيم دي في الإدارة العامة للمرور لتنظيم ورصد الشوارع اللي فيها كسافات ولكن الكاميرات الأخرى اللي بتجيب مسافات طويلة بتبقى موجودة على المنشآت بتبقى موجودة في الشوارع الرئيسية مهمة جدا وفكرة وجود الكاميرات عين جديدة للأمن في مصر أي حد من السادة المشاهدين ما يبخلش أنه يحط كاميرا صغيرة قدام بيته أو في الشارع اللي هو فيه لأنه بيحمي نفسه في الأساس بيساعد الشرطة في الأساس وكام كبير من الجرائم جه من خلال الكاميرات والتتبع شفنا السيدة سيدة حلوان اللي سيدة رئيس كرمها وبعت لها هدية في معهد ناصر بعد أنه قلت إزاي الست اللي عندها ستين سنة وجهت لص وهو ساحل بنتين ووقفت قدام المتسكل هذه الرواية لو رويت لينا بالحكي مش هتوصل بنفس الإحساس لما أنت تشوف الفيديو وهذه السيدة فتحة درعتها لتنين وكانت ممكن تموت قالت أنا حسيت أن أولادي وأحفادي هم دول فما كانش ينفع أسمع صرختهم وما تدخلش وأغسهم أستاذ محمود يعني أخيرا الحقيقة أنه العامل المؤثر والأبرز في العالم كله دلوقتي هي جائحة كورونا والفترة اللي فاتت كان في حملات إلكترونية ممنهجة وشديدة وعنيفة ماذا عن نزلاء في السجون وقاية النزلاء في السجون وعلاج النزلاء في السجون سؤيل حضرتك يا فندم ملف الطبي بشقايه إن كان العلاجي أو الوقائي بالنسبة للنزلاء في السجون لا بالتأكيد مصر قدرت أنها تخرج من جائحة كورونا بأقل الخسائف في مسألة السجون وربما البعض كان بيحاول يستخدم المسألة عشان يشوه التجربة في مصر ويحاول أنه يعني يلاقي ثغرة كده يعني ينفس بينها لنقد الوضع في السجون ومساعدة المحتجزين خاصة المنتمين لجماعة الإرهابية لكن أنا قدر أقول أنه السجون في مصر والطب اللي موجود في السجن على أعلى مستوى وربما فيه كثيرا من الحالات اللي يعني مرتبطة بأشخاص خطيرين تم يعني التعامل مع مشاكل الطبية بتاعتهم ونقلهم حتى إذا لم يأتي العلاج في الداخل السجن بيتم نقله إلى المستشفى المحتصى ومنهم يعني قيادات كبيرة في هذه الجامعة الإرهابية كان بيتم العناية الصحية بيهم بشكل لائق لأنه في النهاية هو نزيل ويتلقى العلاج زي وزي أي حد دي حقوق ويكفرها القانون والإتفاق الدولية التي وقعت عليها مصر فمصر ملتزمة جدا بالمسألة دي تتبعوا لهذه المسألة وحماية كاملة تمت للمساجين في زلك التوقيت لكن أخيرا بس عايز أكمل على كلام سامي في نقطة محددة أنه هذه الجرامل الجديدة اللي موجودة على المجتمع وبيتحاول أنها تسيره محتاجة قانون لحماية الحرية الخاصة للمواطن إذا كنا بنتبر أنه الحسابات الشخصية النهاردة اللي موجودة على السوشيال ميديا الحسابات دي بتعبر عن الناس بيحط عليها فيديو خاص به فبيلاقي بعد كده الفيديو ده انتشر في مصر كلها هنا انتهاك للخصوصية طبعا وده مسألة محتاجة قانون يعني ممكن يكمل على قانون الجرام الإلكترونية لأن هنا بتتعامل مع الشخص ذاته وحقوقه كإنسان مزبوط والحق في الحرية الخاصة دي مرتبطة بالمواطن العادي اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه من شوية دول دول مش شخصيات عامة مش فنانين وحتى الفنان ليه حياته الشخصية طبعا ما ينفعش انه يتدخل فيها وما ينفعش انه حد وخليني اضيف حاجة بمناسبة اللي حصل يومين دول ما ينفعش الفنان لو عمل حاجة مش عجباني في فيلم سينما ان انا اشتمه وتطول عليه بالذبط باللفز او بالصفة او بالتطول على زوجه او زوجته بالذبط وانا يعني يحق لأي ممثل او شخص يعمل في العمل العام ان يتقدم بشكوى لمكتب النائب العام وحيتم التحرك وملاحقة منسب ودي في ايدينا الشخص نفسه الممثل او الموثلة وكله لبيب بالاشارة يعني هو خلينا نفرع ما بين حاجتين ما بين النقد الفني واحنا من حقنا ننقض لان حرية رأيه التعبير من حق الممثل نمثل لكن من حق الناس مش الناس يعني منتكلم هنا على النقاد الفنيين انه ينقض العمل الفني فهنا عشان بس نفرع ما بين النقد والسب والقصف بالزبط والسب والقصف هنا لازم يبقى فيه عقاب بقانون لانه مش هينفع تتساب المسائل بهذه الطريقة انه اي حد يخش يجتم اي حد على اصال التصل الاجتماعي وتبقى مسألة فيها تجريح وفيها الجانب التشريع والقانون يماهد الطريق للوعي والثقافة وتثبيت الثقافة وفكرة كمان فيه نقطة تانية مهمة مش بقى نستنى لما فيديو ينزل على السوشيال ميديا والناس تعمل شير او لا فكرة ان الشخص يجرؤ انه يرفع كاميرا التليفونه ويصور وضع اي مكان متفق مش متفق مختلف او لا دي في حد ذاتها جريمة صحيح فكرة انه اقدر افتح تليفوني وانتهك اصلا حرية اي شخص لا مش فكرة حتى نقل الفيديو او نقل الصور ان انا افتح امسك تليفوني واصور ما هي دي فكرة الحماية الحياة الخاصة بالقانون مهمة جدا يا محمود انا رحت جنازة السوشيال برشا الله يرحمه الله يحب وصلت متأخر بسبب المسافة بسبب الزروف تانية انا بصيت لقيت حوالي احنا على القبر والله حوالي ربعمائة تليفون مرفوعين ربعمائة تليفون مرفوعين كده بيصوروا طب احنا اين حرمة الميت في اللحظة دي اين مشاعر اسرته وحصلت مع صديقنا العزيز رمي ردوان في جنازة الأستاذ سيد غانب والأستاذ دلال الكاميرات دخلة جوه العربية هتدخل جوه النعش فلازم يبقى في حرمة للميت في مسافة واحنا طالبنا بده في وقت حصل والنقابة والنقابة تحركت لازم يكون تحركت وصدر تعليمات مسافة آمنة للتصوير وخصوصا في الجنازات في العزيز صور زي ما انت عايز إذا سمحت لك أسرة المتوفة لكن في للقبر حرمته للجنازة حرمتها ما ينفعش يبقى فيها عشوائية بالشكل ده محدش بيعمل وده دور القانون لتقنين الوضع الخاص لأن في الآخر طبايع البشر مختلفة لا دور القانون درقم واحد ودور المؤسسات اللي هي شغالة في القصص يعني لو كاميرا التلفزيون أو كاميرا مواقع محمود ممكن ينبه على الزميد اللي نازل لا في نقطة محددة أنت أخرك المسجد وشكرا لكن في المقابر ما ترفعش كاميرا نهائيا وما تخترقش خصوصي وده حاجة عظيمة أنها تخرج من أهل الصحافة لا فإحنا يعني شاكرين جدا جدا على تفاهمك والله ده شيء عظيم جدا جدا اللي حالي بتقوله ده أمر مهم جدا مش عيب أن احنا المحطة الأخيرة للصحافة أو للكاميرا التلفزيون أو لكاميرا المواقع الإخبارية وكاميرات البس المباشرة الموجودة دلوقتي تبقى خط النهاية لها عند المسجد وشكرا وناخد أهل لحظات الإنسانية اللي بيعيشها الفنان أو يعيشها للشخصية العامة ولكن دون أن نخترق خصوصيته هو يبقى مركز فيه وداع أغلى حد بالنسبة له ولا يفكر يمنع كاميرا أو يشتبك مع حد فإحنا لازم يكون فيه نوع من الانضباط أستاذ سامي عبدالراضي مدير تحرير الوطن وأيضا الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير التنفيذ لموقع مهتد أشكركم شكرا جزيلا على وجودكم فقرة أثرية ومليئة بالمعلومات شرفتونا ونورتونا شكرا شكرا جزيلا توفيق فان